وفي خبر آخر وفي قطاع غزة المحاصر منذ سبعة عشر عاما استغل مغتربون عيد الفطر للتلاقي مع عائلاتهم بعد سنوات من الانقطاع ورغم أن رحلة العودة مليئة بالمتاعب إلا أن أجواء العيد مع العائلة تشكل صيلة رحم استثنائية ومحطة استراحة بين القصف والفقر واحد اثنين ثلاثة هذه أول صورة تلتقطها زهر رفقة عائلتها بعد ثلاث سنوات في الإمارات العربية حيث فرص العيش الأفضل والعمل زهر البالغة من العمر ستة وعشرين عاما ركبت الصعاب لتنضية العيد مع عائلتها رغم أن رحلة العودة لا تقل صعوبة عن فرصة مغادرة البلاد عن جد مشاعري هالمرة كانت محتاجة أن أنزل على غزة ورغم مشقة الطريق الكثير طويلة حسيت أن هالفرحة هم بيستهلوها وأنا كمان بستحقها على جهد سنتين ونصف الغربة فما كان فيه أفضل من هذه المناسبة أننا أشوف أهلي بالعيد وأجتمع معهم الانطلاق نحو الحياة يفتح آفاقا للإبداع هذا ما يؤمن به أحمد وهو شاعر وفنان فلسطيني اختار السفر لتونس قبل سنتين ونصف لإثراء فنه وصق لثقافته وبعد إيجاد ذاته تسنت له الفرصة للرجوع لغزة للاحتفال مع عائلته وجيت أرجع على البلد لأنه اشتقنا بلا شك لأنه العيد في غزة عيد خاص جدا مش زي أي عيد أنا جربت العيد برا يعني رمضان غزة غير وعيد غزة غير يرى المغترب في العيد فرصة ليروي ضمى شوقه للعائلة فلم الشمل بعد سنوات من الغياب يستحق عناء السفر وما شقة رحلة العودة للديار من الغربة غزة العلول رؤيا قطع غزة